أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من صوت لبنان القصف الإسرائيلي العنيف والغراط لم تتوقف على قطاع غزة وما يجري الآن هو مجرد بداية حسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الذي أعلن استعادة السيطرة على البلدات الواقعة في غلاف غزة توازيا صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وعموم إسرائيل والقصف الفلسطيني طال مطار بن جوريون ومحيط تل أبيب الكبرى وفق ما أعلنت كتائب القصام إنها المواجهة المفتوحة على شط الصعود والاحتمالات وعصرا إقحام جديد للساحة اللبنانية عبر إطلاق رشقات صاروخية من سهل لقليل في سور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي والجيش الإسرائيلي يرد بقصف واد العدس بين بلدتي أضهير ويرين وفي الغضون حزب الكتائب حذر مجر لبنان إلى حرب هو بغينا عنها ودع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية تطبيق مقرارات قمة بيروت للسلام